القواعد التنظيمة لمدارس التعليم العام في المملكة تتضمن القواعد التنظيمة تعرف بالمصطلحات الواردة في هذه القواعد التنظيمية تتناول قواعد قبول الطلبة وشروطه كما تتناول تشكيل المجالس المدرسية قواعد السلوك والمواظبة للتلاميذ المشاط المدرسي أحكام عامة حول إدارة نظام المدرسة مسؤوليات العاملين في المدرسة تنطرق بالشكل العامل لهذه المسؤولات واللوايح التنظيمية واللوايح المدرسية التنظيمية تتناول هذه القضايا بالتفصيل وهذه اللوايح موجودة على موقع الوزارة على الإنترنت مدير المدرسة هو المسؤول الأول في مدرستي والمشرف على جميع شؤونها التربوية التعليمية والاجتماعية وهو القدرة الحسنة لزملاه أداء وسلوكا ويدخل في مسؤولياتي حوالي 25 مهمة ينبغي أن يقوم بها مدير المدرسة وهي موجودة في صفحات من 151 إلى 152 وكيل المدرسة يقوم وكيل المدرسة بمساعدة المدير في أداء جميع الأعمال التربوية والإداري ونبعه في حالة غيابه وللتوسع في مسؤولياته أنصح بناء الطلباء بالعودة إلى الكتاب المقرر من صعد 152 إلى صعد 153 مسؤوليات المعلم المعلم صاحب مهنة نبيلة ومؤتمن على الطالب وهو المسؤول الأول عن تربيته تربية صالحة تحقق آية سياسة التعليم في المملكة وأهدافها مسؤولية المعلم كثيرة تعرف على تفاصيل هذه المسؤوليات 154 في 155 وهي ليست مطلوبة منكم في هذا المقرر مسؤولية المرشد الطلابي كي يصبح المرشد الطلابي قدوة حسنة ما علي أن يكون ممتاز السيرة والسلوك منتمكن من المساعدة الطالب على فهم ذاته ومعرفات قدراته والتغلب على مواجه ومصعوبات ليحقق التوافق النفسي والتربع والاجتماعي والمهني لمنع شخصيته شخصية إسلامية سوية وذلك عن طريق المهام التي تحددها اللائحة للمرشد الطلابي المقالس واللقان المدرسية اللائحة تحدد المقالس واللقان المدرسية من مقلس المدرسة المقلس النشاط والمقالس التخصصية بالإضافة إلى اللقان الدائم والموقته واللائحة التنظيمية يعني تتضمن تشكيل هذه المقالس ومواعد تشكيلها سنشر بشكل سريع إلى اختصاصات أمين مسؤولية محضر المختبر ومسؤولية الكاتب والمسؤولية العامل أو المستخدر وتحدد اللائحة كل الوظائف ومسؤولية حارس المدرسة إذن لم تترك اللائحة المدرسية أي شخص في المدرسة إلا وحددات سلطاته ومسؤولياته بحيث أن تكون هذه الأمور محسومة